بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم ازايك يا حلوين في كل مكان عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير برحب بيكو في مطبخي مطبخ محمل وفي قناة طبخة ونصيحة كل سنة ونذو طيبين داخلنا على رمضان وتجهيزات رمضان وتفريزات رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب كل سنة ونذو طيبين والأمة الإسلامية والعالم العربي بخير وصحة وسعادة يا رب هنفرز مع بعض الكرومب ونعرف تكات فيه وازاي نفرزه من السنة للسنة ويطلع معاك زي الفل ومش دايب ولا مهري ولا اي حاجة ولا مجلد ولا اي حاجة من دي هنتابع الخطوات ونشوف التكات بتاعتنا النهر ده في الفيديو بتاعنا يلا بينا على الفيديو يلا بينا على الفيديو طبعا خلينا متفكين ان محش الكرومب بالذات بياخد وقت مننا وفي ناس كتير بتشتلهم وانا عمل محشي والنهر ده وانا مش عارف ايه موضوع التفريز معاك هيفرق معاك كتير وهترتاح جدا بالذات في نهار رمضان لان نهار رمضان زي ما احنا عارفين بيخلص بسرعة يعني تمام اما تكون الحاجة متفرزة عندك وجهزة في الفريزر ما بتشتليش همه يعني محش الكرومب مثلا لو انت مفرز الورق وعمل الصلصة وكل حاجة الجهزة يدوبك بتقليبه وبتشتغل على طول وما تشتليش همه وما عدناش نشتل هم المحشي تمام طبعا محش الكرومب من اجمل انواع المحاشي مالك المحشي زي ما بقوله محش الكرومب مش هياخد مني ققت بعد النهار ده لما تفرزيه ويبقى كل حاجة عند الجهزة في التلاجة طبعا بالذات ان احنا داخلين على رمضان فالتفرز بالنسبة لنا في كل حاجة اذا كان خضار او كرومب او اي نوع او منجة او فراولة او اي عصيرات برضو ده كله يوفر عليك وقت وكمان الحاجات الوقت رخيصة اما بتدخل على رمضان الكرومبية الوقت مثلا بخمسة جنيه ممكن تجيبها في رمضان بخمستاشر وبعشرين جنيه تمام فهيوفر عليك كمان في الاسعار لازم ان ست البيت تبقى شطرة ونصحة تمام خليكم عاية بقى ما تروحوشوا مني في حتة تانية اهم حاجة ما تنسوشوا اللايك لايك لايك احنا اتكلمنا النظر كتير يلا بقى ندخل على الفيديو وندخل على العملي ونشوف هنعمل ايه مع بعض يلا بينا انا معايا الكرومباتين الحلوين الجمال الطازة اللي احنا شايفينهم دول اولا هنتكلم على اختيار الكرومب الاول ايه يا اما احمد احنا بنختار امال ايه لازم ان تختار الكرومب الكرومب الصح ايه كرومب الصح اول حاجة واول نقطة معايا انك ما تجيبش كرومبايا المكتومة او الجمدة شايف الورق طلع ازاي تجيب الكرومبايا اللي هي تخبط عليها كده تلاقيها ايه مهوية ليه بقى الكرومبايا المكتومة دي بتلاقي الورق داخل في بعضه منجوة وما تلاقيش الورقة ثالثة كده وحلوة تمام لكن شوفوا الكرومبايا معانا عاملة ازاي بسم الله ومشاء الله الورقة منها بطلع زي الفل اهوان ومش داخلة في بعضها ولا مكربطة في بعضها ولا حاجة تمام النقطة التانية انه يكون طازة ليه طازة لانه ده يفرق معاك كمان في التخزين اما يكون طازة بطلع لو بتطلع الورقة جميلة جدا ما بتطلعش ما بتجلدش معاك بتبقى زي الفل وطلعها من الفريزر زي العاسل اكنك لسه عامله تمام انا ببدأ طبعا افك كرومب بتاعي وقطع القلب بتاعتها بالشكل ده كده اهوان شايفين بالمنظر ده كده الكرومب معانا طازة وزي الفل اهو بسم الله ما شاء الله ومهوية وزي الفل احوش بقى على فكرة القلب ده يا جماعة والحاجات ديان لما بتتحدق بيبقى ايه بجد بجد من خل الكرومب بساعت بيبقى تحفة تحفة بجد شايفين الورقة طلعة باسم الله ما شاء الله ازاي ولا مقطع ولا اي حاجة خالص اها لا الكرومب بتاعنا النهارده كان بجد تحفة تحفة بجد طازة وجميل ومش مزق في بعض وكمان اقول لك حاجة اما كون الكرومب بايا مش عارفت في الكابل ذاتها اما كون طازة اما كون طازة بتبقى ايه مسكة ببعدها حتى لو مهوية تمام اه ممكن تحطها في المية تشم بس المية كده المية السخنة المية السخنة تلقاه فكت في سانية ومن غير ما تبهدلي ولا تخضر ورقك ولا اي حاجة خالص المعلومة دي برضو ناخد بالنا منها كويس جدا جدا كده زي ما احنا شايفين اهو امسك فيك الورق واحدة بواحدة ساعة ما تقف علي او منازله في المية السخنة عشان ما ايه ما بهدلش الورق بتاعي ويطلع سليم وزي الفل اما تكون وقفة بقى معايا كده او منتكية على تتكيتين زي ما احنا شوفنا كده تلقي الورقة طلعت معايا بمنتهي السهولة وانا بقولك ليه انك تختاري كورومبايا المهوية عشان يطلع معاك بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو مجرد ما بخبط عليها كده بيطلع معايا شوفوا كده بالشكل احنا شايفينه اهو شوفوا الورق طالة زي الفل الورق بورقتها ومش من بهدلة معايا ولا اي حاجة بالشكل احنا شايفينه طبعا بقوم مسكة الورق اخسله تحت الحنفية الاول اه قبل ما احطه في المية بتاعتي تمام دي برضو نقطة مهمة لازم نخسله الاول من اي حاجة وبعدين ايه احطه في المية السخنة بتاعتي انا معايا حلة محترمة كده جبيرة حلوة كده اه فيها مية بتغلي تمام احط ايه في المية بقى احط نص معلقة ملح ما قطرش الملح لان الملح زي ما قلنا بيساعد على السوية وكمان خلي بالكم ان هو يدخل الفريزر الحاجة اللي احنا بنفرزها في الفريزر ما تكونش مستوية قوي تمام وربع معلقة كامون تمام الخطوتين دول مهمين جدا على فكرة وابدأ نزل الورق بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده الورق بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو طبعا انا ما قساش عليه يا جماعة ما قساش عليه في السوية او السليق اطلعه كده يا دوبك بيشم النار وخلي بالكم بتفرق من كرومب الكرومب فيه كرومب بياخد سوية اكتر سليق اكتر فما قدرش ان انا حددلك الوقت مثلا دي او دي اتين تمام انا بحط كرومب بالنسبة للنهار ده كان كرومب بسم الله ما شاء الله حلو وطوزة يدوبك انه هو يشم النار وكانت اطلعه ما شاء الله شايفين اهو احطه بقى في المصفى بتاعتي كده وبعد ما حطه في المصفى بتاعتي ارح حطه تحت الحنفية في ما يسع عنا ليه بقى في ما يسع عنا يا محمد عشان اوقف عملية السي بتاعته ما يتهريش معاي شفتوا بقى النصحة خلي بالكم برضو من التكاية دي احنا قلنا كم تكاية هو ان نخلي بالنا من دي بقى كانت ايه مسكة معايا شوية يعني مش رادية تفك مع انها مهوية بس عشان هي طازة زي ما قلتلكو فايه مسكة فما حبتش ان انا ابهد الورقة شفتوا بقى اهو مجرد ما بشمها تشم بس المياه السخنة بتفك معايا خلي بالكم برضو ادي تكاية كمان اهو شايفين بسم الله ما شاء الله كده ايه حاجة بجد عسل هنعمل محش كرمبو ونهيص كده بالشكل احنا شايفينه اهو الورقة طلع زي الفل اهو ما شاء الله ولا تخافي من محش الكرمبو ولا تشتلي همه ولا اي حاجة من ده خالص بالشكل اللي احنا شايفينه ده وزا ما قلت ان الكرمبو بالوقت رخيص في رمضان بيغلى الكرمبو بايا فكت معايا في منتهي السهولة اهو والورقة بتاعي بسم الله ما شاء الله طلع زي الفل اهو زا ما قلت يا جماعة ما حطاش في المياه السخنة كتير دي نقطة مهمة لان خلي بالكم لسا تدخل برضو الفريزر اهو شايفين بسم الله ما شاء الله طلع زي العسل كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبعدين زا ما قلت ايه نحطه تحت المية اخضوا من المية السخنة تحت المية السقعان كده بالشكل اللي احنا شايفينه اهو ما فيش اسهل ولا ابسط من كده ما شاء الله اللي اخر ورقة هيا زي الفل طلع جميلة ومتمسكة معايا ومش مهرية ولا اي حاجة خالص اهو وبعد الخطوة دي يا جماعة اسيبه يبرد تماما قبل ما اقطع فيه اسيبه يبرد تماما اهو برد معايا بالشكل ده اللي احنا شايفينه اهو شايفين الورقة معايا بسم الله ما شاء الله لما تقطعه ولا متبهدله ولا اي حاجة طبعا اه عندك بقى اطباق فبري زيديا ممكن تحط فيها او عندك كياس تلاجة الموضوع برجعلك انت اي حاجة بتحب تخزن فيها اه او تفرز فيها بتحط تمام احنا النهاردة هنعمله يعني ايه اكتر من شاكل هنفرزه باكتر من شاكل هنقطعه قطعه صغيرة على قد المحشاية بس او هنلفه لو رول رول على بعضه كده وناخد منه برضه كده زي ما احنا شايفين اهو انا بمسكها اقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده وليفها اللفة اللي احنا شايفينها دي تمام وقس بقى طبعا ده برجعلك انت شوف المحشاية بتاعتك انت عايزها كبيرة عايزها صغيرة انا بقس على قد الصابع بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو كده في منتهى السهولة أهون كل القطع بتاعة تقد بعضها عشان المحشية تبقى حتى شكلها حلو كده في الحلة بتاعة المحش شفتوا بقى الورقة بتاعي عامل ازاي بسم الله ومشاء الله وابدأ بقى قطعها أها على قد المحشية اللي أنا عايزة أعملها الحجم ده بالنسبة لي أنا مناسب جدا شف الحجم اللي بيعجبك عامل إيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده ولا خد مننا وقت ولا حاجة وبتطلعي في منتهى السهولة من الفريزر وتشتغلي وتعملي ولا أي حاجة زي ما قلت دي طريقة أن أنا بقطعه قطع على قد المحشية بس بالشكل ده كده دي الطريقة الأولانية الحجم ده زي ما قلت مناسب ليا جدا أنا بحب المحشية تكون صغيرة كده ويعني شكلها سنباتيك زي ما بقوله كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده ممكن بقى أحطه ده نوع زي ما قلت النوع الثاني ممكن زي ما هو ملفوف كده قدامي أروسه في قلب الاطباق زي ما هو كده تمام فالموضوع برجع لك انتي فالأريح بالنسبة لي أنا الأريح أن أنا أقطعه قطع كده بالشكل ده طبعا بتمنى الفيديو اللي يعجبكم واللي يعجبوا الفيديو ما ننساش اللايك واشترك في القناة وان شاء الله أشوفك على خير فيديو جديد ونصيح جديدة وأفكار جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا